السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبائنا في كل مكان نسعد بكم دائما في لقاءات اللغة العربية واليوم إن شاء الله معنا درس جديد من دروس اللغة العربية وهو درس يعني يتكون من عدة أجزاء سنبدأ بالجزء الأول إن شاء الله اليوم وقبل أن نبدأ الرجاء الرجاء الاشتراك في القناة لأن التفاعل بسيط جدا ونريد أن يصل هذا المجهود لكثير من المشاهدين والمتعلمين والطلاب والطالبات لذلك أطلب من حضرتكم تفعيل الاشتراك حتى يصلكم كل ما هو جديد نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم درس اليوم هو درس اسمه التصغير التصغير في اللغة العربية ما معنى كلمة تصغير؟ يقول نحن هو تغيير نغير في بنية الكلمة بنغير في جسم الكلمة كلمة عندي أعطيك كلمة وأغير فيها لهدف معين هذا التصغير أو التغيير اللي بيحدث على الكلمة بيكون لهدف معين طيب السؤال كيف نقوم بالتصغير؟ يعني لو عندي اسم وأريد أن أصغره هل أرجعه عشرة سنوات إلى الشباب؟ لكن التصغير يكون بأول شيء لو عندي اسم مثلا متكون من ثلاثة أحرف أول شيء بنضم الحرف الأول أي نضع ضمة على الحرف الأول هذه أول خطوة ثاني خطوة بنفتح الحرف الثاني أي نضع فتحة على الحرف الثاني ثم بعد ذلك نضيف يا ساكنة بعد الحرف الثاني يبقى نضم الحرف الأول أي نضع له ضمة ونفتح الحرف الثاني أي نضع له فتحة ونضع أو نضيف يا ساكنة بعد الحرف الثاني مثال على ذلك كلمة مثلا قلم قلم أريد أن يقول لي صغر هذا القلم فنقول قلم هو تكون من ثلاثة أحرف إذن سوف نضم الحرف الأول قلم سيبقى قو واللام سيبقى لا قولا يعني نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني يبقى قولا ونضيف يا ساكنة قولي وثم نضع المين بعد كده قليمة فهذا هو قلم نضع فتحة على الحرف الأول ضمة على الحرف الأول وفتحة على الحرف الثاني ثم يا ساكنة فقلم تصير قليم وعندك كلمة نهر هتبقى نهير نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ثم نضع يا ساكنة فنهر يكون نهير وقلم يكون قليم ومثلا أي شيء يتكون من سلاسة أحرف زي علم يبقى عليم وهكذا ليه أو ايه هي أسباب التصغير في اللغة العربية هل هناك أسباب معينة تجعلنا نصغر ولا هو بدماغي أنا بنصغر لا هناك أسباب للتصغير بنقول أولا ايه هي أغراضه أو أسباب التصغير أول شيء بنقلل الحجم المصغر يعني أنا حنصغر كلمة لنصغر حجمها فعندي مثلا كلمة مثل جبل جبل دل على ايه شيء عظيم كبير فلو أرد أو رأيت جبل صغير كيف أصغره يعني أنا شاهدت جبل كبير وجبل صغير لا يمكن أن أقول هذا جبل وهذا جبل ولكن الكبير نقول عليه جبل أما الصغير نقول عليه جبيل فجيم ضمة بافتحة ياسكون جبل جبيل ويبه هنا لتقليل الحجم المصغر هذا جبل وهذا جبيل يبدأ أول غلط الغلط الثاني بنحقر شأن المصغر لو أنا مثلا اللي أنا بنصغره ده واحد نقول إيه هذا مثلا بطل عظيم ولكن أردت أن إيه أصغر من شأنه وأحقر من شأنه فأقول مثلا إيه بطيل أو كاتب هذا كاتب كبير ومشهور فنقول هذا كويتب هذا صغير لسه لم يعني يعني يكون أو يعني اسلوبه ليس عظيم جدا فهو كويتب أيضا تقليل عدده نقلل يعني أنا بنصغر عشان نقلل العدد فعندي كلمة خطوة تكون خطيوات 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 يعني صغيرة ليست كبيرة وليست خطوات ولكن لقمة نقول لقيمات بحسب ابن آدم لقيمات يقومنا صلبة يبقى هنا بنقلل العدد تصغير أيضا بنصغر عشان نقرب الزمان نقول مثلا قبل قبل ممكن يكون قبلها بساعة بساعتين ولكن قبل لو قبلها بدقيقة أو يعني بثانية نقول قبيل نقول سأصلي قبيلة الفجري قبيلة هذا لتقريب الزمان لتقريب المكان نقول هذا قريب وهذا قريب أو بعيد وبعيد أيضا تعظيم بقى المصغر أنا عايز يعني شيء مثلا حد يعني صغير وعايز نكبره فنقول مثلا بطل بطيل بطيل لو ممكن تمليح والمتح والتحبيب يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن السيدة عائشة خذوا دينكم عن هذه الحميراء يقصد السيدة عائشة لأنها كانت يعني رضي الله عنها بها زكاة وبها حمر في الوجه فكان الحميراء فالتمليح وكان مثلا يقول صاحب صويحب أو تلك صويحبات صويحبات يوسف يبقى هنا تمليح فده كلها اسمها أغراض التصغير يبقى أنا بنصغر بنقلل الحج أو بنحكر شأن المصغر أو تقليل العدد تقريب الزمان تقريب المكان تعظيم المصغر والتمليح طيب التصغير يأتي على أوزان على أشهر ثلاثة أوزان أول شيء يأتي على وزن فعيل ثاني شيء على فعيعل ورابع أو ثالث شيء فعيعل فعيل فعيعل فعيعل فعيل فعيعل فعيعل طيب متى نستخدم فعيل يقول يصغر كل اسم ثلاثي لو عندي اسم ثلاثي يبقى نصغره على فعيل جبل جبيل كلنا نضم الحرف الأول نفتح الحرف الثاني ونزود لياء التصغير جبل جبيل قمر قمير نمر نمير وهكذا يبقى إذا كان على وزن فعيل طبعا كل ده على وزن فعيل طيب متى يعني نصغر على وزن فعيل علم يقول يصغر كل اسم رباعي الأحرف لو عندي بتكون من أربعة حروف بنصغره على فعيل مثال عندي درهم دال والرا والها والميم أربعة حروف أو أربعة أحرف فأريد أن أصغر من هذا الدرهم نقول دريهم يبقى عملتي أنا بقى درهم ودريهم هذا رباعي فيكون على وزن فعيل دريهم بنضم الحرف الأول نفتح الحرف الثاني ونزود ياء ساكنة درهم تكون دريهم لو قلت مثلا واحد اسمه جعفر ونريد أن نصغره فنقول جعيفر جعيفر أو جعيفر يبقى هنا جعفر بتكون من أربعة أحرف فنصغرها من ضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني وندع ياء ساكنة ياء ساكنة ياء التصغير جعفر يكون جعيفر على وزن فعيل لكن يقول لي إذا كان عندي الاسم أكتر من أربعة أحرف كيف نصغر هذا الاسم قال نصغره بالحذف يعني لو عندي فعل خماسي أو اساسف اسم اسم نصغر الأسماء فقط ملحوظة التصغير للأسماء فقط قليل ما يحدث في الأفعال يعني حاجات شزة يعني استخدم العرب قليلا جدا ولكن كل التصغير يخص الأسماء فيقول عندي لو كلمة سفرجل سين وفاء ورا وجيم ولام سفرجل سنحذف الحرف الأخير اللي هو الخامس نقول سفرج سفرجل سنحذف اللام ستبقى سفرج يبقى هنضم زي ما بنعمل من تبع القعدة بنضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونسكن ما بعد الثاني يبقى سفرجل سفرج فرصدك فري زد أين القاف هنا القاف حزفت فري زد لو عندي سداسي قال اتحذف حرفين الخامس والسادس كلمة عنازداليد وهو الطائر الله دي طلاق وصوتي جميل نحذف الخامس والسادس نقل على عني ديل ونحذف الياء والباء ونضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونضع في الياء عني دل ونحذف الياء والباء لكن كلمة مستخرج هنحزف الحرف الاول والحرف التالت فهتبقى مخيرج مخيرج هذا بالنسبة لفعيل طيب عندي كلمة فعيعيل هنا يصغر كل اسم يتكون من خمسة احرف لو عندي كلمة يتكون من خمسة احرف ولكن هنا غير هذا هنا فعلا في خمسة احرف ولكن هذا يتكلم عن المعتل يعني اللي قبل الاخر الحرف اللي هو قبل الحرف الرابع حرف علا يعني الف او واو او يا لو عندي خماسة ورابعه الحرف الرابع بتاعه الف او واو او يا قال يوزن على فعيعيل فعيعيل مثال قنديل هنعد كلبة قنديل خمسة احرف قنديل طيب ولكن تلاحظ الحرف الرابع يا معتل يعني باليا فكيف نصغره نصغره قال لك على وزن فعيعيل هيكون ايه كوني ضيل كوني ضيل نضم ونفتح وننضيف يا وساكنة وطبعا نكمل الكلمة قنديل كوني ضيل طيب لو الكلمة فيها واو الحرف الرابع ايضا هي خمسة ولكن الحرف الرابع واو عصفور هتوبى عصيفير عصيفير برضو هنضم ونفتح ونضيف يا ونحول الواو نحول الواو الى يا لان اصلها يا طب عندي كلمة قرطاس قرطاس الصحيفة قرطيس هنا اصل الالف يا يبقى بنبحث برضو عن اصل الالف لو كانت اصل اليا اصلية نضح زميل اذا كانت الواو اصلها يا بنحولها الى اليا طب لو كانت الالف بنبحث عن اصلها كيف نبحث عن اصلها نأتي بالفعل المضرع او المصدر حتى نعرف الفعل اساس هذا الحرف قرطاس قريطيس قريطيس اذا هذا هو تصغير الخماسي اللي هو الحرف الرابع بتاعه حرف علا الف او واو او يا طيب نأتي الى شيء اخر بيقول لي في حاجة اسمها تصغير الترخيم الترخيم يعني انا بنصغر الاسم وبنجرده من حروف الزيادة وايضا الترخيم دوت يعني يعني نقوله الاختصار الكلام ويعني اختصار في الكلمة وبنقول مثلا هو تصغير الاسم بعد تجريده بنشيل بنحزف كل حرف زايد فيه فعندي كلمة اذا كان الفعل مثلا ثلاثي صغر على فعيل فعيل طيب انا عندي فعل ثلاثي بس فيه زايد بحرف حنحزف الحرف الزايد ونوزنه على فعيل مثال أبلق أبلقا هي أصلها بلقا وبعدين بلقا تبقى بولايق يبقى حزفنا الحرف الزايد أبلقا أصلها بلقا يبقى الهمزة زيادة يبقى بلقا بولايق أو عندي كلمة محمود أصلها حمدة حمدة يبقى حميد كلمة معطف أصلها عطفة فيبقى عطيف ويمكن لنا إذا كانت ممكن نضيف لها تاق التأنيث عادي يعني ممكن نقول حميد حميدة وعطيف وعطيفة وبولايق وبولايكة يعني ممكن نضيف لها تاق التأنيث عادي لو استخدمناها للمؤنثة إذا كان الاسم رباعي إذا كان الاسم رباعي بنقول نصغر على فعيعل قنة قنديل 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 هتبقى أصلها قندلة قندلة وبعدين نوزن على قنيدل قنديل طب حدا هيقول لي انت لسه قال لنا قنديل قنيديل ها ده إذا كان معتل وكان خماسي وبنعمل في ايه بنجيبه على فعيعيل لكن لو أنا عايز أعمل كلمة ترخيم فكان عندي الاسم رباعي صغيرة على فعيعل قنديل أصلها قندلة وبعدين يبقى يقول قنيدل ده لو فيه ترخيم قنيدل يبقى فيه عندي قنيديل ده العادي وفيه قنيدل قرطاص أصلها قرطاصة يبقى قريتس قريتس لاحظ هنا ده ما فيه ترخيم لكن هنا فيه ترخيم عصفور أصلها عصفرة يبقى تكون عصيفر عصيفر هذا عن الجزء الأول من التصغير إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم عن نكمل أغراض أو الترخيم وأيضا الجمع المذكر السالم كيف نصغيره وجمع المؤنث والكلمات المؤنثة والمثنى وأيضا لسا الدرس لم يكتمل هذا ونجزاكم الله خيرا السلام عليكم رحمة الله وبركاته